نظمت الفيدرالية الدولية لكرة القدم دورة تدريبية لصالح خمسة وعشرين من حكام المباراة من بينهم خمسة نساء دورة نظمت لعدد من الفنيين وذلك حول الفنون المهارات الدولية لهدف رفع قدراتهم من حكام محلين إلى دولين ليشاركوا في تحكيم المهارات الدولية شهد ملعب إدليس محمد أويام ورات ودية جمعت فريق الغزال لكرة القدم بنظيره فل إيدفيس عباس أباكر مصطفى المباراة الودية التي جمعت بين فريقي فل إيدفيس أمام نظيره غازيلا وذلك في إطار التجهيزات والتهضيرات لخوض رابطة كرة القدم الشادية التي ستنظمها رابطة كرة القدم الشادية في الأيام القلائل القادمة انطلقت المباراة كالعادة إلا أن اللعيبة لم يظهروا بلياقة تامة نظرا لعدم ممارستهم الرياضة فترة طويلة مما أدى إلى ضياع العديد من الفرص المتاحة حتى في الدقيقة الأربعين تمكن اللاعب فريق فلا جين مولوم بتسجيل الهدف لصالح فريقه وبعد مضي عربع دقائق من الهدف الأول بدأت تكرار الحجمات على شباك فريق غازيلا مما أدى إلى تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق فلا لينتهي الشوط الأول بهدفين دون مقابل الشوط الثاني من المباراة الودية لجأ مدرب الفريقين إلى دكة البدلاء آملين تحسين أكثر لنمط المباراة وبالفعل تمكن اللاعب الفريقين تغيير المباراة فنيا وتكتيكيا وأيضا استخدام القوة مما سبب إعطاء بداقة الهمراء وبعدها رجع اللاعبون إلى تعديل وتفادي الأخطاء وحاول اللاعب فريق غازيل بالتسجيل الهدف الأول لصالح فريقهم في الدقيقة الثامنة والسبعين وبعدها حاول اللاعب فريق غازيل تعديل النتيجة ولم يكن لهم ما أرادوا لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف لصالح فريق فلاء ديفيس وفي هذا الإطار فقد أعرب ممثل وزيرة الشباب والرياضة عن فرهته بالمستوى الفني وأداء اللاعبين طالبا منهم اهترام قوانين الخاصة للرياضة هذا فإن رابطة يكرة القدم الشادية تتكون من 12 فريقا 6 منها لمدينة أنجمينة و6 لبعض أقاليم البلاد